موسيقى السبب يتكلم على نوعيتين من الناس يعني اقتبس مثل ما ذكرت كورون ستاني اصحح اربعة في اي اربعة مكتوب الذين فيهم الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله النوعية التانية اللي بيتكلم عنها الله لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لانارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح هاي الناس اللي اتحكيت عنها في نمو في نضوج في استنارة مستنيرة عيون اذهانكم مش مننظر للاشياء المؤقتة اختبرنا الرب لانه بنفس الاصحاح في اي 17 اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة فصار عندي منظر تاني فالمؤمن عنده منظر بيختلف هذا اللي عاوز اشدد عليه ايوة طبعا زي ما حيك بتقول بالزبط ان المؤمن لازم يبقى كده انا لو انا عايز بتقول لي حيك الخدمة الرؤية انا عايز ان انا ابقى مؤثر في الناس مش مؤمنين او مؤمنين انا خادم بخدم في وسط المتقلمين سواء ان كانوا مؤمنين او غير مؤمنين لازم انا انا كده انا بحمل ده بحمل الحضور الالهي في وانا رايح انا مش مضطر ان انا اجاوب على كل اسئلة ليه لان متحيرين لكن غير يائسين متهدين لكن غير متركين انا ممكن اعاني من الاضطهاد وعانيت من الاضطهاد في اوقات كتير جدا في حياتي لكن هل انا متروكة انا ممكن اترك من امي ومن ابوي ومن اخواتي ومن الدنيا كلها لكن مش ممكن بابايا السماوي ابوي السماوي يتركني فدي الفكر بتاعي انا ده اللي لازم يبقى فيي انا عشان يبقى تأثير خدمتي انا اللي هي خدمة مؤثرة انا باخدم نوعية تعبانة ومضطهدة ومتقلمة وبتعيش في اوقات صعبة ازاي اخدمها وانا اصلا مكتائب ويائس وفقد الايمان في ربنا انا لازم انا فاهم ان ده انا انائي خزفي لكن فيه كنز انا مش بحط ايدي على المرضى فيبرقون علشان انا فيه يعني قوة خارقة للطبيعة واخد بالك اللي هي انا شخصيا بتاعت راشا لا القوة دي دي جاية من الرب وراشا دي دي ايد المسيح فانا دي هي دي الخدمة المؤثرة ان انا وانا باخدم ربنا باخدمه في خطته مش في خطتي انا وفي افكاري انا وفي ترتيباتي انا باخدمه لمجده هو مش لمجدي انا وعلشان الناس تقولي ربنا يبركك اخت راشا لكن علشان ربنا يعود المجد لي ان ربنا اما هو يقيم واحد ميت او يقيم حد عنده سرطان او يشفي او يدي حياة ابدية الانسان حتى لو كان يعني توفى بكلمات العالم ربنا بيعود المجد ليه هو في خطته مش خطتي انا موسيقى